بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا حبيبي عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير بمشيئة الله النهاردة كده هنعمل مع بعض الحواوش الخطير ده بسرعة جدا وبطريقة سهلة وبسيطة جدا يلا ندخل نشوف المكونات بسم الله كده معايا نصف كيلو لحم مفروم في نسبة من الدهون وعندي بصلتين كبار متقشرين ومتقطعين كده عشوائي وعندي اتنين فلفل حامي احمر سبيسي وعندي فلفل اخضر بارد ادي اللحمة ما شاء الله وعندي زي ما احنا شايفين كده البصل تقطع بالشكل الطبيعي العادي اي شكل عندك لانه كده كده هيتفرم وعندي الفلفل احمر والفلفل البارد عندي المكون اللي احنا دايما بنحطه في اي لحم مفرومة عندنا او دجاج اللي هو فول السوية المجروش اللي بالشكل ده طبعا فول السوية ده في ناس كتير ما تعرفش عنه هو بيبقى شابه حباية اللوبيا كده صغيرة لما بيكون بشكله اللي هو طالع من الارض لما بيتدخل المصانع بقى ويعملوه بيعملوه بالشكل ده بيتصنع بالشكل ده فهو بيوصل لنا كده علشان نستخدمه ما بنعرفش نستخدمه وهو ناشف انا عندي كوباية كبيرة آآ جبت كوباية كبيرة من المية غالتها ونزلتها عليه زي ما احنا شايفين هنقعد ايئتين تلاتة هو بيتر على طول مجرد ماء المية السخنة بتنزل عليه شايفين بعد ما كان ناشف جدا بقى هش قوي شرب المية في لحظة وبقى هش جدا آآ آآ ما بعرفش هستخدمه الا لما يبقى كده بس طبعا ما نفعش نستخدمه هو في المية دي فهنجيب حاجة نصفيه بها هنبتدي نصفيه في مصفة كده نضغط عليه بالمعلقة او بالاسباتيولا بتاعتنا علشان نصفي المية منه خالص علشان احنا طبعا هنستخدمه مع اللحمة في العيش فما ينفعش يبليل العيش ويخلي العيش معايا طري ومش تمام عصرته خالص من المية زي ما احنا شايفين وانزلت في الكابة بتاعتي بيه هروح افرمه بقى وارجع بيه آآ طبعا فرمته واداني الشكل اللي احنا شايفينه ده شايفين ناشف ازاي عشان عصرته كويس جدا لازم تخرجي منه اي مية شربها وبعد كده بيبقى معايا بشكل زي المعجون كده زي ما احنا شايفين قدامنا هبتدي بقى افرم البصل مع الفلفل الاخضر والفلفل البارد فرمتهم زي ما احنا شايفين كده مع بعض بميتهم بكل حاجة انا مش هيفرق معايا خالص لان انا عصرة فول الصوية واي مية هتبقى زيادة مية البصل والفلفل والشطة الحامرة كل ده هيرجع يشربهم الفول الصوية وهيبقى متماسك ما تقلقيش خلاص بس كمية الخضار معايا ما شاء الله اللي احنا فرمناها قبل ما نحط اللحمة بقت كمية كبيرة ما شاء الله يعني تقريبا تيجي نص كيلو او ممكن تعدي كمان يعني هتعدي كمية اللحمة اللي عندي ما شاء الله يعني نص كيلو لحمة هيبقى معايا كيلو مفروم بالخضار اللي انا فرمته ده وفول الصوية الشايفين قدي ايه بقى بتفرق وبيزود لي الكمية هنزل باللحمة بتاعتي طبعا على الخضار وعلى فول الصوية آآ وهبتدي بقى آآ اجيب البهارات بتاعتي قبل معجنهم عشان اعجنهم مرة واحدة عندي نص معلقة من الفلفل الاسود آآ طبعا لازم تزود الفلفل الاسود في اي حاجة مفرومة وعندي نص معلقة من الهيل البودر المحبش وعندي الملح بتاعي وعندي رشة من الكزبرة بسيطة كده وهي دي البهارات بتاعتي اللي انا بحطها في الحواوشي انا ما بحطش اكتر من كده لان انا مش عايز اعمله زي الحواوشي بتاعي الجزار اللي هو كل بهارات عشان يغطي على طعم اللحمة اللي هو بيبقى حاطت فيها بقى حاجات كتير ما الله اعلم بيها لكن احنا عندنا اللحمة لحمة نظيفة فاحنا عايزين ناكل لحمة حواوشي فيها لحمة مش حواوشي كلها بهارات وانزلت كمان برشة من جزد التيب فرش كده وبشرتها فرشة على المكونات بتاعتي في المرحلة دي بقى هبتدي اعجل الحاجات المكونات بتاعتي كلها بايدي زي ما احنا شايفين كده عشان تتدخل وتتجانس كلها مع بعضها انا ماينفعش اعملها بمعلقة او بالسباتيولا علشان احسها كده وخليها كلها متجانسة مع بعضها عجل انتهى دلوقتي هبتدي اركنها بقى في التلاجة بتاعتي حوالي نص ساعة ولا حاجة او لحد وقت ايه الاكل اللي هسوي فيه ساندويتشات انا مش بعبي العيش بتاعي ده العيش بتاعي عيش بلدي جايباه عشان اعمل بيه الحواوشي صحي جدا اه فتحته زي ما احنا عارفين بالمقص من الجنب كده او بايدك عادي وابتدي بقى بسم الله اه احشي الرجيف بتاعي احاول ازبط الكمية بتاعت اللحمة بتاعتي على قد عدد العيش اللي عندي علشان خاطر كله يبقى قد بعضه ويبقاش رجيف اه اه محشي كويس والرجيف التاني فاضي وابططها كده بعد ما دخلها جوا الرجيف افردها لحد الاطراف عشان كله يبقى آآ مليان معايا اللي هي كله ما يلاقي فيها الحشو بتاعها هكمل بقى حشو الرغيفة بتاعتي بالكامل زي ما احنا شايفين نبتدي افرد اللحمة فيها بسم الله ما شاء الله الكمية حلوة والرغيف تقيل زي ما احنا شايفين مع بعض آآ متعبي كويس كل الحاجات اللي احنا حطينها صحية جدا عندي فول السوية ده صحي جدا كله بروتين بس بروتين نباتي يعني اخف كتير من اللحمة وطبعا اللحمة اللي عندنا وفيها نسبة دهون وعندي البصل والفلف الالوان آآ كلها فواد يعني كلها آآ هي اكلة مفيدة وسريعة هبتدي بقى خلصت الكمية اللي عندي حشو اجيب آآ طبق كده في معلقتين زين وآآ بالجلافز زي ما انا بعمل كده ايدي آآ ادهن الرجيف زي ما احنا شايفين بدهنه دهنة خفيفة كده من وشه ودهنة من الضهر علشان آآ لما اجي اسويه يستوي معايا ويبديني شكل حلو جدا آآ في الجرال خلص الكمية كلها بتاعتي بقى خلصت انا الكمية دلوقتي هبتدي ادخل على مرحلة التسوية اول حاجة طبعا بجيب الجريل بتاعتي حطها على نار عالية واسبها تسخن قوي قوي وانزل عليها زي ما احنا شايفين كده بمعلقتين من الزيت واوزعهم كويس جدا على كامل الجريل بتاعي واسيبه يسخن جدا جدا وانزل عليه بالحووشي بتاعي اول منزل عليه ابتدي اضغطه كده عشان ياخد معايا التجزيعة والشكل بتاع الجريل اللي هو المخطط اللي تحت ده علشان يبقى معايا زي الحووشي اللي بيتعمل بره على الفحم وكده وبييجي على شواية شكله حلو قوي شكله يفتح النفس احنا عايزين نعمل اكل بره اكل جوه بنفس الطريقة بتاعت بره بس على نظافها اكتر وحاجة احنا ضمنينها وعارفين احنا بنكل ايه ابتدي بقى اضغطه كده ولما حس ان هو حمر من تحت ابتدي اقلبه على الوشي التاني وافضل اه اضغط فيه كده علشان اتأكد من سوى اللحمة بتاعتي ما شاء الله تبارك الرحمن شايفين معايا التسوية اللون خرافة ومن جوه اللحمة مستوية جدا تبارك الرحمن بويل ارمشة يعني الصوت تحفة جدا ما ارمش قوي لونه حلو جدا حاجة زي الفل ما شاء الله ابتدي بقى شلت واحد اه اللي اشيله احط مكان واحد تاني علشان خاطر انجز في التسوية اه ما شاء الله ده الرغيف التاني اه وطبعا من وقت للتاني بقفل الجريل بعد ما قلبه على الوش التاني كل وش بديله على الجريل كده اقفله عليه حوالي دقيقة ولا حاجة علشان اتأكد زي ما احنا زي ما حاصل قدامي دلوقتي ان ان هو ضغط الحرارة بيسوي لي الرغيف من جوه بيسوي لي اللحمة كويس جدا ودي النتيجة النهائية لتسوية الحووشي بسم الله ما شاء الله عملنا من نص كيلو لحمة وليمة زي ما احنا شايفين تبارك الرحمن بطريقة سهلة ومبسطة وما خدتش وقت معانا ودي النتيجة النهائية مقدمة معاها بطاطس شيبسي كده في البيت انا عملها وعملها بالشطة وتحفى جدا ومقرمشة وكريسبي يا رب فيديو النهاردة يكون خفيف ولطيف وعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله